احنا لازم نكون منتبهين لده هي الاجازة مش جاية عشان الانتخة بالمناسبة الاجازة جاية عشان تعمل دور تاني خالص من اهم وظائف الاجازة اللي احنا اكدنا عليه الراحة والراحة مفهومة عندنا مليء بالاحتلال للمفاهيم فساعات بنحتل مفهوم الراحة بالانتخة وساعات بنخلي مفهوم الراحة هو عدم العمل وساعات بنخلي مفهوم الراحة هو ان انا ابعد وانعازل والتلات ما فيهم غلط عن الراحة التلات ما فيهم غلط عن الراحة الراحة مش هي عدم العمل ومش هي الانتخة ومش هي الانعزال الراحة هي ان انت تعمل الحاجات اللي تفتح عليك اوباب السعادة الراحة هو ان انت تحس ان انت بتعمل حاجات بتشرح صدرك بيتخليك مقبل على الحياة ولذلك احنا بنرتاح لما بنسعد مش بنرتاح لما نتوقف عن الحياة أو نتوقف عن العمل فالأجازة مش فراغة عن عدم لكن الأجازة لازم نعرف أولادنا أن الأجازة مش حالة من حالات تفريغ الإنسان لكن هي حالة من حالات ملء الإنسان بالأشياء التي تسعده الأشياء التي تجعل حياته أكثر اتساعا أكثر تنوعا نتعرفين أن أحلى حاجة في الأجازة هي إيه؟ أحلى حاجة في الراحة هي إيه؟ اللي هي بتوسع الحياة الشخص الماشي زي الأطر في الشغل بيحس أن حياته دايقة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا نروح نروح عن نفسنا ويخلينا لا نشد هذا الدين ولا نأخذ المسائل بغلظة ولكن علينا أن نروح القلوب ساعة وساعة يبقى إذن لازم نفهم أولادنا أن الأجازة مش فراغ يحصل لنا بتفريغ إنساني من كل المعاني الحقيقية للحياة لا فنرجع لما نحب نرجع للشغل بقى نجد مهاراتنا صدت لا نحن بنحاول نرتاح عشان مهاراتنا نقدر نستثمرها ودوة مش معناه كمان إن احنا نتخلى عن قيمنا وتبقى قلوبنا قال فيها العيش وقال فيها حب الحياة ونبتعد عن إن احنا نكون جدين ونكون بنعمل بشكل فيه كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا فالأجازة جزء مهم من حياتنا بيوصل قلوبنا بالله وبيخلينا موصولين بالحياة إزاي بقى؟ إن الراحة اللي موجودة في الأجازة بتخلينا نعيد نظرنا إلى نعم الله مرة تانية ونحس إن ربنا مش هو اللي ضغطنا على فكر آه دا حاجة مهمة جدا إحنا اللي ضغطين نفسنا أحلى حاجة في الأجازة وأحلى حاجة في الراحة إن احنا نفهم إن الضغط دا مننا إحنا مش من الله فما نتعرضش مثلا لاستسقال اللقوع للأنشطة زي الدراسة والعمل بعد الأجازة لما نحس إن احنا اللي ضغطين نفسنا ليه طيب؟ لإن في الأجازة بنقدر نحس إن احنا فيه ساعة في الحياة بس إحنا اللي مش شايفنا بس بالعكس هنجد نفسنا نستطيع أن احنا نرجع إلى أنشطة كنا ركناها وصدت لكن نستطيع أن احنا نعملها في الأجازة عشان تجدد حياتنا ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاغتنام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فعلمنا حضرت النبي أن احنا ناخد من الفراغ عشان نعملوا حالة من حالات الادخار وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ايه؟ أنا أكتر حاجة شفتها بتمل القلب بالتقوى الأجازات بس لما تتعامل صح لما تبقى الأجازة هي مساحة عشان تشوف قد ايه نعم ربنا عليك مساحة عشان تشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة أوسع بكتير من الضيق اللي انت عايش نفسك فيه فساعتها هتشوف أن الفراغ ده اللي ربنا سبحانه وتعالى واهبك ايه هو المدد اللي انت ممكن تحس به أنه هو بيجعل هناك فرج كتيرة ويفرج الكرب عليك وانت في الشغل